السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ربستوري جيمل معكم اليوم مقطع جديد وتحدي جديد للمارد الأزرق. طبعا دايما عم بصير نزل مارد الأزرق بالفترة الأخيرة يعني كل حوالي شهر يمكن عم نزل مقاطع من المارد الأزرق والناس دايما عم تطلب أنه نزل مقاطع زيادة. فبتمنى بالبداية يدعمكم باللايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين طبعا إذا بشوف الدعم ممتاز فرح بصير نزلكم مقاطع زيادة تقريبا المقطع الماضي وصل بحدود لعشرين ألف لايك فكان عليه دعم جدا نسطوري فخلونا نشوف هذا المقطع هل منحسن نوصل لعشرين ألف لايك ولا لا بتمنى بصراحة أنه نوصل أهلا من هذا الرقم واليوم جهزت شوية شخصيات رح نبحث عنه وإن شاء الله رح نحاول أنه نعقد المارد الأزرق بالمناسبة رح أبحث حالي اليوم وشوف هل راح بيعرفني ولا لا اكتبوا لي من الآن توقعاتكم هل بتتوقعون المارد بيعرفني ولا لا فأول شخصية عنا لليوم لهو رودريغو لاعب ريال مدريد المرة الماضي بحثت عن فاتي لاعب برشلونة اللي هو عمره 16 سنة هالمرة رح نبحث عن رودريغو لاعب ريال مدريد اللي يسجل هدف بالمباراة الأخيرة لأنه كتير ناس طالبت مني أنه أبحث عنه فخلينا نبدأ الآن وبتأمل أنه نحسن العقده من البداية طيب هاي كان الشخصية دور في فيلم نقول له لا متزوجة ولها أولاد لا قنا أنا خاصة في موقع يوتيوب لا على معرفة شخصية أيضا لا هل شخصية حقيقية نعم مرتبطة بكلة القدم نعم من أصول مصرية لا هل لعب في برشلونة حاليا أو سابقا لا لا لعب مع ريال مدريد ايه عمي لعب مع ريال مدريد من البرازيل لا هذا كلب هذا 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 كذب صار من أول الهي هل شخصية تحب الرجال وأنا شو يحرفني هل شخصية جديدة في الفريق نعم هل لعبت الشخصية في دوري أبطال أوروبا ما بظن لعب ضد باريسان جرمان صح قال له أنا لا أعلم بمباراة باريسان جرمان هل الشخصية لحية طويلة لا هل شخصية من جناح يسار نعم ممكن نقول هل لعب ضد أصول كتالونية لا هل يحترف كرة القدم خارج بلاده نعم هل الشخصية لعب جناح نعم هل الشخصية درية أبناء وبنات ما عندي فكرة بس ما بظن رح قال له أنا لا أعلم هل تعيش شخصية في الغربة نعم هل لدى الشخصية أخوي لا هيك بللش تسأل أسئلة ما لدى يعني شو بيعرفني بحياته الش الشخصية هل الشخصية علاقة بأمريكا الجنوبية نعم هل الرأس الشخصية أصلا جزئيا لا هل تلعب الشخصية دور الدفاع لا هل يعمل الشخص في المجال الطبي والصحي أيضا لا رودريغو لعب سانتوس او ماي جاد والله عرفه وكو لسا كاتب لي انه لعب سانتوس ما كتب انه لعب ريال مدريد والله توقعتي تعقد شوي يعني من أولا بس واضح انه مركز معي او في 477 شخص بحثوا عن الشخصية قبل هيك والله حلو أول محاولة لا بس عرفها لس صح صعب على المستوى حبة حبة طيب الشخصية التانية اللي رح ابحسنا الهو راكانه او راكان البطل بعروف اكيد راكان كل ناس تعرفه بنزل فورتنايت دائما فبظن انا ممكن يعرفه وممكن انه يصعب عليه بس انه ما يعرفه فما بظن انه ما رح يعرفه على اغلب انه رح يعرفه طيب هل كان الشخصية دور في فلم رح نقول لأ هل تظهر على شاشة التلفزيون هو مش مش شاشة يعني ممكن اي بس اصدق انه بيمثل او شيء طريبا هيك اصدق فرح نقول لأ هل شخصية انا ما عارف بك لا هل شخصية من نصول مصر أيضا لا هل شخصية يوتيوبر نعم هل مشهور بسبب الألعاب الإلكترونية أيضا نعم هل تنتلك الشخصية قطة لا ما بظن هل شخصية من أصول سوريا لا هل شخصية سمينة الجسم أيضا لا هل تضع ربط على رأسه لا هل تحترف لعبة ماينكرافت هو صار ينزل ماينكرافت بس إنه احتراف يعني ما ممكن أول من الممكن تمام هل شخصية عربية نعم هل من أصول سعودية أيضا نعم هل شخصية من المسلسل ومن الحب بما قتل لا أكيد هل ترتدي شخصية قبعة عادة لا هل ترتدي نظارة طبية أيضا لا هل شخصية في عمر الطفولة لا هل تحب بالشخصية حلوة المصاصات لا هل شخصية متزوجة حاليا أو سابقا ما عندي فكرة بس رح أقول أنا لا أعلم هل تعيش في السعودية حاليا إيه هل شخصية من محترفين لعبة كلاش أو كلانس لا هل تشاركت في مسابقة غنائية لا هل اسم الشخصية من أسماء الأنبياء لا ما بظن فرح بس ما لي متأكد مئة بالمئة فمشان هيك قلت أنا لا أعلم هل شخصية بس هجار نعم هل شخصية تحمل قميص رقم تسعة لا شونج بونج لا غلط غلط يا حبيبي لسا مكملين إن شاء الله أنه يتعقد بس حاول أن يعقده هل شخصية من عائلة حواس ما عندي فكرة بصراحة هل شخصية عرجاء لا هل شخصية يلعب ماينكرافت حاليا نعم هل شخصية مشهورة بسبب لعبة ماينكرافت لا هل شخصية دور بفيلم عن الرقص لا هل حملت شخصية رقم عشر عندما لعبت الكرة لا هل شخصية من البحرين أيضا لا من كازاخستان لا وبعد عادت رأس لا هل شخصية سبب الشخصية شهرة شخصية ديناصور لا هل شخصية درست أو تدرس خارج بلادها نعم والله شكله رح يعرفها هل شخصية علاقة بالسباحة ما عندي فكرة هل تعرف لا عارفه زلت له نعم رح يعرفه واو ولسا ما عارفه هل تعمل الشخصية في مجال التعليم لا هل تشتير الشخصية بقوة بدنية معينة أيضا لا هل شخصية علاقة بالسحر لا هل شخصية دائمة الصراق نعم هل هو نحيف نعم شوف الصورة او مي جود قال له نعم يا أخي ألف مبروك عليك او مي جود مئة وتسع وعشرين ألف مرة والله كتير يا جماعة اكيد رح يعرفه بما انه كتير ناس بحس عنه طيب خلص انا خلصنا هي مرة كان صار دوري ماشي رح ابحث عني بدي حاول عقده هيك خليه يدعقد ان شاء الله ما يعرفني هو من الشكل اذا عرفني يعتبر شي حلو ولا لا ما بعرف المفروض افرح ولا لا خلينا نعمل الالعب بالبداية هل شهرت الشخصية مرتبطة بكرة القدم اسئلة عني ها مرتبطة بكرة القدم نعم تعتبر هل شخصية علاقة لانه فيفا يعني انا اصدي بشان هيك علاقة بالنادي الاهل المصري لا هل شخصية خليجية لا هل تعيش يا حبيبي لا هذا كذب والله هذا كذب كيف لستني برابع سؤال كيف عرف لا هل فقدت الشخصية الذاكرة لا هل تلعب الشخصية حاليا ضمن فريق لا هل شخصية يوتيوبر نعم هل سمينة الجسم لا مشهورة بسبب الالعاب الالكترونية لا هل شخصية تلعب فيفا يا الله لسه داشت السؤال هل من عادة الشخصية تسفر كثيرا يعني انا بصح بحب ان يسافروا هيك بس مو من العادة الا من الممكن هل سافرت خارج بلادها نعم هل شخصية الشعر طويل لا هل تربي حيوان لا مع اني بتمنى بصراحة بس حاليا ما بقدر هل شخصية اخ نعم هل شخصية اخوي نعم لا اله لا الله هاي اسئلة ملا داعي يوتيوبر انت عم تسأل يعني اكيد اليوتيوبر مفروض انه ما معلو قايل عن هل اشياء هل اصدرت الشخصية اكثر من ثلاث البومات موسيقية لا هل مشهورة فقط باسم فني او كنية او لقب كيف يعني والله ما بعرف يعني ما فهمت السؤال مية بالمية هل الشخصية علاقة بلعبة جراند بحب جي تي اي بس ما بنزل عنا على اليوتيوب الا من الممكن هل شخصية مقارة افريقيا لا هل شخصية من اصول مصرية لا هل مش الثالة في فيلم مرعب لا هل من اصول سوادية ايضا لا هل شخصية عربية نعم يا كلب يا كلب يا جماعة راكن خمسين سؤال حتى عرفوا ليش انا يعرفني من عشرين سؤال نعم اوه 14000 مرة بعثين عني وات العب سابقه تضمى 14606 مرات لا اله الا الله يعني بتوقع انه ممكن لاقي حالي بس بعد معاناة بس مو هيك لسمن عشرين ولا خمس وعشرين سؤال عارفني. اخ يا مارد انا اذا ما بعقدك اليوم ما بكون اسمي منا. اوكي عارفني الف مبروك علي. ما بعرف مفروض انبسط ولا ازعل يعني انبسط لانه انه المارد عارفني ولا ازعل لانه كان بدي عقده. شو المفروض ساوي ما عندي فكرة. بس يلا رح انبسط. مو مشكلة. يا جماعة لأتله شخصية والله العقده فيها والله العظيم. تعرفوا شو هي الشخصية اللي هي اللي بتكون بتوم وجاري وما بيبين وش عرفتوها رح تلقون صورتها اكيد انتم بتعرفوها. خليني اسألوا والله خليه يتعقد. خلينا نشوف. يلا. اي اول سؤال هل تمتلك قناة خاصة بالالعب؟ لا. هل تتكلم عربية؟ هي لا انجليزيا المفروض. هل تستخدم الاسلحة النهرية في القتال؟ لا ما بنقول هيك. هل هي حقيقية موجودة في الواقع؟ لا. طيب هل الشخصية شريرة؟ مو شريرة بس يعني بنفس الوقت مو ممتازة يعني فإلا الظاهر لا. تمام هل الشخصية مرعبة؟ والله احيانا بتكون مرعبة. خلينا نقول من ممكن من عالم ماينكرافت؟ لا. هل الشخصية اصل على الرأس تماما؟ لا. هل الشخصية ذكر؟ ايضا لا. موجودة في فورتنايت؟ لا. من عالم الالعاب الالكترونية؟ لا. شايفين؟ عم لكم رح يقدوا هي 12 سؤال. اذا بنصير فوق الميت سؤال ما رح يعرف. هل يظهر اسم الشخصية بعنوان احد الافلام السينمائية؟ لا. هل شخصية من عالم الكرتون او المي او الصور المتحركة؟ نعم. هل شخصية من عالم الاليهم الياباني؟ لا. هل شخصية موملة؟ لا. هل شخصية سمينة الجسم؟ آي المفروض؟ هل تعمل شخصية بعمال نظافة؟ لا. هل جيد الشخصية دون الثلاثين سنة؟ ما عندي فكرة. هل شخصية رفض اظهار وجهه؟ هاا ممكن نقول نعم هون. هل الشخصية قدرات خارقة؟ لا. او ماي جاي ظهر وش قبل هيك والله ما كنت بعرف هادي من من تومي جيري يا جبا عشو اللي من عشرين سؤال عم يعرفوا اتناشر الف مرة الناس باحث والله توقعت اني عم ببحث عن حدا ما حدا فكر يبحث عنه يا الله بقى يا الله من هالمارد انا بعرف شلو ما بدي عقده هالمرة الشخصية اللي هو اغلب الناس يمكن ما تعرفوا بس اللي من زمان كانوا بيتابع سباستون وهيك لما كنا صغار اكيد بيعرفوا الشخصية هو ورد من يدي تنجمب كان اسمه اللي كان بيطلع على سباستون كان بصراحة محبوب لدرجة مطبيعية ما بظل انه يعرفوا ان شاء الله يعني انه ما يعرفوا لانه ما في حدا فكرت فيه الا والناس انفكر فيه من قبل لكن هذا بظن انه رح يكون صعب عليه خلينا نبحث الجيل ده بأكيد بيعرف مين ورد هل الشخصية اكتر ميت مشترك على اليوتيوب لا الشخصية عربية هو معربية يعني انا رح اشتغل على اساس الدبلة جدا بس هو اصلا يعني معربية لانه انمي ياباني هل تستخدم اسلحة نارية في القتال لا هل الشخصية ذكر نعم تظهر على شاشة تلفزيون ايضا نعم تضع قناعا على الوجه هو لما بيصير يعني يعني بالعادة لا رح نقول لا تمام هل الشخصية حقيقية لا هل الشخصية شكل او هيت حيوان لا هل الشخصية مقاتلة نوعا ما ممكن اقول من الممكن هل تضع قبعة رأس من نوع ما لا مو قبعة رأس يعني هل الشخصية من عالم الانمي الياباني صحيح تظهر على قناة سباستون ايضا نعم شعر اسود اللون لا شعره بني كان مو اسود واصفر هو في جزء اسفر بس انه مو اسفر ابيض ايضا لا هل تحولت الشخصية بسبب نوع من الطعام لا هل الشخصية من انمي وينبيس لا هل الشخصية عيون زرقاء اللون سواني خلينا نشوف والله ماني مذكر ماني مذكر الشخصية لون ويعني ازرق نوعا ما بس ما تعتبر زرقاء نقول له من الممكن تمام هل الشخصية من بورما لا هل المشترك ببرنامج اكس فاكتور العربي ايضا لا هل ترتدي التاج ملكي لا محترفة بلعب البلابل لا هو بدراجات المفروض اذا سأل عن دراجات ما انا تعرفه هل تستخدم الورق بالقتال لا ما عادت يوقي هاي يعني بصراحة هل تستطاعت اعادة احياء ابنها لا هل شخصية من انمي ناروتو ايضا لا تاما هومي انمي سراب لا والله لا خليك تتعقد انا بورجيك هل من انمي المحقق كونن لا كنت بدي يجب له شي بس معرف انه رح يعرفه اذا جبت له شي من كونن هل الشخصية من المملكة المغربية ايضا لا من انمي القناس هانتر لا هل تعيش الشخصية مع والدها لا على حسب ما بتذكر لا هل الشخصية فقيرة لا مو فقيرة هل يمكن اعتبار الشخصية شاب جذاب يعني مو شاب هو لسه مفروض انه يعني عمره شي عشر سنوات هناك هل الشخصية عبارة عن قطة لا هل يعرف ابيك منذ الصغر لا هل الشخصية شعر رأس نعم هل الشخصية علاقة بالرياضة اي اكيد دي اعتبار رياضة تحترف لعب كرة القدم لا هل لده الشخصية اخوة هنا كانوا اصدقاء ومو اخوتو بس ماني متذكر بصراحة 100% فرحقول من الممكن هل تعيش مع امها في نفس المنزل من الممكن هل تتميز بحبها للطعام لا هل الشخصية شعر رأس غريب بالشكل مو غريب يعني مو غريب لا مو غريب هل يضع ربطه على رأسه ايضا لا خليه خليه تعقد هل الشخصية الشريرة لا تخاف من الحشرات ايضا لا هل شاركت في فيلم اوقات الفراغ لا من اصول اوروبية لا متزوجة بالشخص من غير جنسيتها ايضا لا من السودان لا خليه والله لا تتعقد اليوم انا برجيك هل يوجد على كتف الشخصية الدمية لا هل سبق الشخصية الغناء مع زين مالك لا هل الشخصية من انمي دراجون بول ولا موم دراجون بول موموساكاكي لا والله عملكم بدي عقده اليوم خليه خليه كمل لحد ما يقلي انا استسلمت انتفايز انا ساعة رح ارتاح هل شخصية محارب مو محارب بس يعني الظاهر لا لانه مو حرب هي يعني بصراحة هل شخصية دور في افلام خيال علمي لا هل شخصية تستخدم الشخصية سكين لا تحب الموضة والحفلات لا هل شخصية عضلات الفتولة لا هل شخصية علاقة بالنار نوعا ما نعم ممكن نقول هل الشخصية مسلسلة كرتوني باسمه لا هل شخصية علاقة بالثلج لا هل شهرة الشخصية مرتبطة في قرات القدم لا هل الشخصية علاقة بالتاريخ والاثار لا هل كان في دور في فيلم أوشن 13 ايضا لا هل ركوب الدراجة من او ماي جاد لا بلش نعم هل شخصية محترفة في القيادة ايضا نعم هل تقوم بدور البطولة ايضا نعم والله عرفوه والله عرفوه طيب مين كم واحد بحس عنه قبل هيك طيب كرتون السهم الملتهب عرفو شوف بدي عرف بس كم واحد بحس عنه عشر الف مرة ايضا يا جماعة ليش الناس بتاعم تبحس كان كل شي فكر فيه بدي فكر بحدا ما حدا فكر فيه بها الحياة خلص رح ابحس عن شخصية كمان وخلص لانه او شخصيتين كمان الله اعلم اخر شخصية عنا رح ابحس عن حمان اللي هو عبد الرحمن فاروق صاحب قناة حمان 391 اللي كان بنزل فيفا من زمان وحاليا هو محترف بلاعبة فورتنايت تمام فغالبا انه رح يعرفه بس بدي شوف قدلش رح بياخد اسئلة هل كان الشخصية دور في فيلم رح نقول لا تظهر على شاشة التلفزيون من الممكن بس هو سؤال المفروض يوضح يعني تظهر على شاشة التلفزيون يقول هل هو ممثل اصده ولا شيء هل شخصية عنثة لا هل تستخدم مش سيف في القدال لا هل تتميز بغناء الراب السريع ايضا لا فوق الخمسين سنة لا مشهورة بسبب الالعب الالكترونية نعم من اصول سعودية لا هل شخصية مسلم ديانة نعم من اصول سورية لا سمينة الجسم ايضا لا يلعب مينكرافت لا من اصول مصرية ايضا لا من البحرين نعم هل تضع شخصية نظارات ايضا نعم لا اله الا الله تلت شبه شخصية الارنب لا هل شخصية من فرقة جوت طيب 17 سؤال ما شاء الله وعرفه فورا سبحان الله 4200013 مرة من المرات الناس بحسات عنه خلص انا اليوم برفع الرأي للمرة الازرق وبستسلم المرة الجاية اللي بدي يساوي بدي يجيب شخصية لا انا بعرفها ولا انتم بتعرفوها ماشي رح جيب هيك شخصية بتعرفوا انتم تبعات الاساطير القديمة اللي كانوا بيقول لها اسطورة ما بعرف شو هي او شي فيلسوف او شي خلي يتعقد ان شاء الله المرة الجاية رح عامل هادا الشي فعلى عموم هيك ندير قولنا وصلنا لهاية مقطعنا لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة اذا منوصل 20 الف لايك بيكون رقم جدا اسطوري كل واحد الآن ضغط على زر لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك الضغطين ما رح يخصلك شي لكن رح ساعدين فيه بشكل كبير شكرا لكم جميعا عن متابعة المقطع فبس هذا اللي كان عندي اليوم بأمان الله اشتركوا في القناة